مشاهدي قناة مكتبة التعديمية مرحبا بكم في الصفحة رقم أربعة تقويم تشخيصي أقرأ الوضعية إذن أولا قد نبدأ بالوضعية سألت الأستاذة تلامذها لماذا نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فأجابت فاطمة لأنه نبينا وقال أحمد لأننا نحبه ثم سألت معاذا ومتى ولد صلى الله عليه وسلم فأجاب قبل عام الفيل بسنتين فهل تتفق مع معاذ إذن متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم إذن الأستاذة سألت تلامذ جلها فعلش كنحتفل بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام فجوبت فاطمة لأنه نبينا فالرسول عليه الصلاة والسلام هو نبينا وقال أحمد لأننا نحبه فنحتفل بمولده لأنه نبينا ولأننا كذلك نحبه ثم سألت معاذ سألت معاذ ومتى ولد عليه الصلاة والسلام فأجاب قبل عام الفيل بسنة جوبة بأنه تزاد قبل عام الفيل فهل الرسول عليه الصلاة والسلام ولد قبل عام الفيل بسنة فخطأ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل يعني العام اللي جاب فيه أبرها الحبشي جاب الفيل بشيه دم الكعبة فهد العام تسمى عام الفيل وفيه تزاد الرسول عليه الصلاة والسلام إذن ولد الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفيل وكانت ولادته المباركة دليلا على اختيار الله تعالى له واصطفائه ليكون نبيا ورسولا إذن سنقول ولد ولد الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفيل وليس قبل عام الفيل إذن عام الفيل ثم السؤال الأول أضع علامة فيه أمام الجواب الصحيح ولد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عام الفيل عام الفيل بعد عام الفيل فقلنا عام الفيل ولون الجواب الصحيح من كفل النبي صلى الله عليه وسلم إذن الذي كفله ألا هو خاله مرضعته أم جده إذن فالذي كفله وتكلف به فهو جده عبد المطالب إذن جده أما مرضعته فهي حليمة السعدية مرضعته حليمة السعدية أما أمه فهي آمنة بنت وهب آمنة بنت وهب أو بنت وهب أبوه عبد الله وجده كما قلنا عبد المطالب أما عمه فهو أبو طالب أما مكان ولادته فولد في مكة وقومه قريش ثانيا أربط بسهم الآية بصورتها وأما بنعمة ربك فحدث ثم قوله تعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير ونبابين إذن سورة الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة الناس إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف ثم سورة قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف قلنا سورة قريش وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث سورة الضحى ثالثا أكتب حرف الصاد أمام العبارة الصحيحة وحرف الخاء أمام العبارة الخطأ شكر الله واجب في كل وقت فصحيح فيجب أن نشكر الله تعالى على نعمه كنعمات البصر نعمات السمع إلى غير ذلك من النعم نعمات الأكل والشرب نعمات الهواء لا أشكر من قدم إلي خدمة فخطأ فاللي ما كن يشكرش الناس فأيضا ما غيريش يشكر الله فبتالي يجب أن نشكر الناس اللي قدم ليش خدمة نشكره أحافظ على نظافة جسمي وثوبي فصحيح العناية بالنظافة دي الجسم واجب أطيع والدي وأحبهما لأنهم هما اللي ولدوني وهما اللي أربوني إذن فصحيح كذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله فصحيح أتوضأ بكمية كبيرة من الماء خطأ ونطوضأ بكمية قليلة لا تكفيني ألقي الأزبال في الأنهار خطأ لنحافظ على الأنهار من تلوج وما تلقيش في الأزبال الإحسان إلى الزملاء واجب فصحيح الإحسان إلى الزملاء والأصدقاء فهو واجب رابعاً رابعاً ألون بنفس اللون أعمال الوضوء إذن ملي كان بغنطوضة شنو كان دير غسل الرجلين إلى الكعبين غسل الثياب تنضيف مكان الصلاة غسل اليدين إلى المرفقين غسل الرأس مسح الرأس غسل الوجه بالصابون المضمضة صب الماء على الجسد كله مسح الأذنين إذنiencia أعمال وضوء غسل الرأس غسل الوجه بالصابون المضمضة صب الماء على جسد كله فإلى خويت الماء على الجسد ديالي كله فأنا كندوش ماشي كنتوضة مسح الأدنين إذن هذه أعمال الوضع خامسا أكمل الجمال بالكلمة المناسبة بالله بالقرآن العالمين محمد أنا مسلم مسلمة أؤمن ربا خاتم الأنبياء والرسل أرسل الله تعالى محمدا الله ربي ورب خلقني وسواني إذن أنا مسلم أو لا أنا مسلمة أؤمن بالله ربا إذن أؤمن بالله أؤمن بالله ربا وكذلك بمحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم أؤمن بالله وأؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل أو لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله بالقرآن الله ربي ورب ماذا خلقني وسواني الله ربي ورب العالمين ورب العالمين خلقني وسواني سادسا ألونه بنفس اللون المعودتين إذن المعودتين فعندنا هنا صورة الفلاق صورة الإخلاص صورة الناس إذن المعودتين صورة الناس والفلق اللون صورة الفلق وصورة الناس أدوم المعودتين ثم سابعا أجيب الصورة التي يجب قراءتها في كل صلاة هي صورة ماذا هي صورة الفاتحة إذن صورة الفاتحة كيف سنقرأها دائما صورة الفاتحة ثم ثامنا أصل بخطين من أطاع الله دخل الجنة أم لأنه خلقني وأنعم علي إذن من أطاع الله دخل الجنة أحب الله لأنه خلقني وأنعم علي ثم تاسعا أكتب بخط جميل أعتني بنظافة جسمي وثيابي ومكاني هل يمكن أن أكتبه أعتني أعتني بنظافة بنظافة جسمي من أطاع جسمي وثيابي ومكاني لأن أعتني لأن أعتني بنظافة جسمي جسمي وثيابي ومكاني ومكاني وبهذا ننهي تمالين الصفحة رقم 5 سنلتقي في الصفحة 6 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني التي يضايرة أمامكم في البلايليست وبالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء